موسيقى مجرد الأخبار من قناة الجزائر الدولية ألا وسهلا بكم بداية قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في القطاع خلال 24 ساعة الماضية راح ضحية 65 شهيدا و92 جريحا وزارة الصحة وفي باين لها الخميس على أن ارتفاع حصلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 31.988 شهيدا وأكثر من 74.100 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت ركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول تواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم استشهد تسعة فلسطينيين على الأقل في قصف صهيوني مكثف استهدف منزلا غربا مخيم من الصيرات وسط قطاع غزة كما شن طيران الحربي للاحتلال غارات عنيفة استهدفت منطقة المطاحن جنوب دير البلحة فيما قصفت مدفعيته مباني سكنية في شارع الرشيد ومنطقة الميناء غرب مدينة غزة هذا وشهد مخيم المغازي وسط قطاع غزة هو الآخر غارات مكثفة من طائرات الاحتلال الحربية التي قصفت منزلين وفق ما فدت به مصادر محلية استشهد أربعة فلسطينيين وأصب آخرون في قصف صهيوني استهدف مركبة في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة كما ذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة القرارة شمل شرق مدينة خانيونس بما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي الفخار بالمدينة هذا وأعلنت مصادر طبية انتشال جثمين شهداء من منطقة الشيخ ناصر في خانيونس هذا أستشد أربعة فلسطينيين ليلة الأربعاء إلى الخميس بعد قصف مسيرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية بمخيم نور شمس في مدينة طول كرم بالضفة الغربية وأفدت مصادر محلية بأن شهدين سقطوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم نور شمس وفرضها طوقا مشددا عليها كما أعلن اليلة الأحمر الفلسطيني عن انتشاله شهدين سقطوا برصاص قوات الاحتلال عقب انسحابها من المخيم صباح الخميس هذا وهدمت جرفات الاحتلال جزء من منزل وسط مخيم نور شمس موازاتا مع مواصلتها تجريفة وتخريب البنى التحتية وممتلكات المواطنين في حارة المخيم ومحيطه فيما طالبت قوات الاحتلال السكانة عبر مكبرة الصوت بمغادرة منازلهم بينما قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي هناك استعرض الممثل الدائم لجمهورية العربية الصحراوية لدى الاتحاد الإفريقي وسفيرها لدى إثيوبيا لمن أبعلي مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مونيكا سانزا باقانو آخر التطورات للقضية الصحراوية وكفاح الشعب الصحراوي داعيا مفوضية الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وحسب وكرة الانباء الصحراوية فقد ناقش الجانبان أيضا الاستحقاقات المقبلة التي ستشهد والقرة وعلى رأسها الانتخابات القادمة لقيادة الاتحاد الإفريقي بالإضافة لمناقشة سبول تطوير العمل المشترك بين الجمهورية الصحراوية والاتحاد قدمت الخميس بمقار محكمة العدل الأوروبية المحامية العامة تمر كابيتا استنتاجاتها حول القضايا المرفوعة إلى المحكمة بموجة بطعن مجلس مفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب شموليتها الصحرا الغربية وتشمل استنتاجاتها المحامية العامة أيضا القضية التي رفعتها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد استيراد منتاجات زراعية من الصحراء الغربية إلى السوق الأوروبي على أنها مغربية المنشأ وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في سبتمبر 2021 بإلغاء اتفاقية الصيد البحر والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وهو القرار الذي وصف بالتاريخي بالنسبة للقضية الصحراوية ختم هذا المجهز مشاهدينا شكرا بالمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة